أعقب نصيحة رئيس الحكومة محمد السوداني للمواطن العراقي بعدم اقتناء الدولار لكون الدينار العراقي هو الأقوى التهبت أسعار الصرف أمام الدينار الذي انهارت قيمته في الأسواق اللي يثبت السوداني مجددا أنه كسابقيه وأن وعوده ليست أكثر من ظاهرة صوتية ورغم اعتراف السوداني بتهريب العملة بأرقام وصفها بالفلكية إلا أنه لم يتخذ موقفا واضحا إزاء منع تهريب الدولار إلى إيران وسوريا بحسب صحيفة اندبندنت البريطانية وبالتالي فلن يتمكن من تأجيل الشروط الأمريكية المفروضة على تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج حيث كشف مصدر مطلع أن السوداني سيحاول خلال زيارته إلى أمريكا التذرع بأن العمل على المنصة الإلكترونية سويفت التي أدخلتها واشنطن إلى البنك المركزي العراقي لمراقبة التحويلات الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد يتطلب وقتا للحصول على أجهزة متطورة وتدريب كوادر للعمل عليها وهو ما عده مراقبون محاولة من قبل حكومة الإطار لأخذ نفس بعد اجتداد الخناق عليها لثبوت تورط قواها المرتبط بإيران في غسيل الأموال محاولة باءت بالفشل عقب كشف قناة إيران أنترناشنال المعارضة عن تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس الثوري في إيران بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد حيث يقوم محمد تجنجاري المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس بإيداع مبالغ يستحصلها من مكاتب صرافة في بغداد وكربلاء والنجف والسليمانية في حساب هذه الوحدة بفرع آقا بابائي لبنك الأنصار وبالتنسيق مع شبكة يديرها محمود حسن زادة القيادي في فيلق القدس بمساعدة متنفذين عراقيين يسهلون إصدار شهادات إيداع أموال في طهران وهو ما اعتبر عملية استنزاف ممنهجة للعملة الأجنبية في العراق لا يجرؤ السوداني على البوح بها